اشتركوا في القناة بارك يا سيد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هو في البدء كان عند الله به كان كل شيء وبغيره ما كان شيء مما كان فيه كانت الحياة وحياته كانت نور الناس والنور يشرق في الظلمة والظلمة لا تقوى عليه ظهر رسول من الله اسمه يوحنى جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده ما كان هو النور بل شاهدا للنور الكلمة هو النور الحق جاء إلى العالم لينير كل إنسان كان في العالم وبه كان العالم وما عرفه العالم إلى بيته جاء فما قبيله أهل بيته أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل بل من الله والكلمة صار بشرا وعاش بيننا فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق ناله من الآب كابن له أوحاد والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم والمجد للمسيح أفرقنا آمين هاليوم الأول من السنة من التقويم بالنسبة للطقص هو عيد خيتانة الرب يسوع اللي نحتفل بتكريس يسوع نفسه بحسب شريعة موسى باليوم الثامن كانوا يختنون كل ذكر اليوم مناسبة خاصة سنة تسعمية وسبعة وستين يعني بالضبط قبل خمسين سنة أعلن البابا بولس السادس اليوم الأول من السنة اليوم العالمي للسلام وكان هذه السنة فعلا تهديدات قوية باندلاء حرب عالمية ثالثة وفعلا سنة سبعة وستين صارت حرب سبعة وستين قسم منكم يذكروا لأنه احنا بحاجة إلى تجنيد كل الطاقات في العالم من أجل السلام وجرت العادة أنه كل بابا كل سنة يبعث رسالة رسالة إلى العالم هاليوم أيضا رح أختصر لكم شيء من الرسالة اللي بعث البابا فرنسيس في اليوم الخمسين العالمي للسلام وعنوانا هو اللاعنف أسلوب سياسة من أجل السلام يخاطب بي البابا هذه الرسالة رؤساء العالم والحكومات والجماعات الدينية ومسؤوليهم ومختلف جوانب المجتمع المدني ويلجأ البابا إلى الخط الدبلوماسي اللي يتبعه الفاتيكان من أجل زرع السلام لكن البابا يركز على أنه ما بقى أمامنا إلا طريقين أن نختار بين العنف وبين السلام فإذا تصاعدت منابع العنف هي بالحقيقة مرة أخرى مثل ما دا نشوف حرب عالمية ثالثة ولكن على شكل قطع مجزأة وهاليوم هالليلة كان أكوه هجوم في اسطنبول وراحوا ضحايانه حوالي أربعين شخص بحسب الإحصائيات هذا العنف الأعمى اللي ما يشوف إلا الدمار هناك مشاكل اجتماعية للعنف وعواقب خطيرة بينما السلام هو الوحيد اللي رح يسمح بالتقدم الحقيقي يقول البابا اللا عنف كلمة مو كثير قديمة هي بالحقيقة من بداية القرن العشرين ظهرت لكن شق الطريقة على يد أقطاب في العالم اللي دعوا إلى ممارسة اللا عنف كسياسة وكجهد لمفاوضات السلام وإن كان اللا عنف صعب صعب كثير خاصة لمن نعتمد على جملة يسوع من ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر أو يمكن اللا عنف يصير مجرد أمنية مجرد تمنيات مثل ما نقول لبعضنا بعض لكن بالحقيقة اللا عنف هو قرار جذري عميق لمحاولة تجاوز النزعة التدميرية الموجودة فينا كبشر ويدعو البابا أن يكون هذا اللا عنف أيضا يدخل ضمن السياسات وضمن المنهج بين الدول ويقوم على اعتماد سياسة سيادة القانون وحقوق الإنسان وحفظ كرامته بين الجميع فيصير اللا عنف نهج سياسي ويمكن أن يتغلب على كل النزاعات المسلحة في كل مكان يقول البابا هذه الجملة الرائعة من المهم أن ندرك أننا دائما أكثر قوة بالقانون وليس بقانون القوة إذن مع هذه الرسالة يقترح البابا فتح طريق الأمل وتكييف للظروف الحالية والتوصل إلى التشبث بالمفاوضات قبل أن تتحول النزاعات إلى حرب مسلحة كأسلوب سياسي يمكن أن انحد من تجار الأسلحة وتجار الحروب يدعو البابا في رسالته بأن التفاوض على أساس احترام الشعوب وثقافة الشعوب والأقليات وكل الجماعات وأنه ماكو شعب يتفوق على شعب آخر وخصوصا تجنب اللامبالات وعدم الاكتراث السائد بمآسي الشعوب الأخرى يعني بين قوسين لما يصير فهذا حدث في بلاد بعيدة نحن ما كثير نهتم نهتم فقط من تكون المشاكل قريبة من عندنا يقول البابا هاليوم العالم صار صغير المشاكل في كل العالم تأنينا ولهذا يجب أن نعترف بأولوية الدبلوماسية على فرقعة الأسلحة ويتعهد البابا باسم الكنيسة أنه تعمل كل جهدة من أجل بناء السلام من خلال اللاعنف النشط والمبدع إذن شنو موقفنا نحن كمسيحيين في كاركوك في هذه المدينة البارحة الكل كان خايف في كل مكان بالعالم من إمكانية أن يحدث شيء هل الخوف هو حل هل الخوف هو جواب يسوع يكرر دائما لا تخافوا فقد غلبتوا العالم بيش غلب العالم يسوع غلب العالم بالرجاء إذن يمكن أن نتسلح نحن سلاحنا يكون فعلا الرجاء لا فقط بأن الأحداث رح تتغير ورح تتحسن وداعش رح ينطرد ومن هذا الحك الذي نسمعه خاصة في تمنيات العيد لكن الرجاء هو في بناء السلام لأن شيء يحدث ضد المساكين والأبرياء والفقراء وكل ما يقهر الإنسان لأنه غالبية الضحايا إذا مو تسعة وتسعين بالمئة منهم هم هذول الأبرياء ضحايا الخطف ضحايا الاغتيالات ضحايا التفجيرات ضحايا الإطلاقات الطائشة للناس اللي يفرحون ما أفتهم شلون ممكن يفرح الإنسان يضرب طلقات بالليل أو بالنار ما يعرف أنه المدينة غاصة بالناس وممكن تقع هذه على ناس مساكين أملنا ورجاءنا هو بأنه هذول الضحايا الأبرياء هم المنتصرين إذا نظرنا إلى سر الرجاء وسر المستقبل إذن الإرهاب هذه الكلمة اللي صارت مثل التقليعة الكل يكرره لكن دور الكنيسة في هذا الصراء يكمن بالبناء بناء الإنسان بناء حضارة السلام حضارة العدالة حضارة المحبة المحبة اللي آمن بي يسوع وزرع وكشف بأن الله محبة هذه المحبة هي اللي رح تغير عالمنا بكسرة خبز أو كأسماء هذه المحبة هي علامات العلامات في حياتنا كل يوم من حياتنا ممكن نعمل علامة تجاه اللي يوقف بجنبي تجاه جاري تجاه اللي يشتغل معي بالوظيفة في بناء أواصر علاقات جميلة وسامية يا ليت نستخرج من هذا القداس من هذا العيد هذه الطاقة حتى نشحن محبتنا يعني كثير مرات نحن أيضا نشعر باليأس أو نشعر بالإحباط نحتاج إذن أن تسود هذه المحبة كل زوايا البشرية مثل ما الدم يدخل في كل زوايا جسمنا حتى ينقل إلينا الحياة المحبة هي هذا الدم اللي راح نشربه ورح جسد راح ناكله حتى يتغلغ اليسوع فينا ومن خلالنا أتمنى لكم فعلا سنة رجاء وسنة نبني بيا كلنا هذا هذه الحضارة آمين